استنكر مجلس الوزراء الجريمة الباشعة التي وقعت قبل يومين في مجمع الافنيوز والتي راح ضحيتها الشاب اللبناني الدكتور جابر سمير المجلس وخلال اجتماعه الاسبوعي شدد على تطبيق اشد العقوبات على مرتكبي الجريمة استنكر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر لنبارك الجريمة التي وقعت في مجمع الافنيوز قبل يومين والتي راح ضحيتها الشاب اللبناني الدكتور جابر سمير مؤكدا رفض المجتمع الكويتي لهذه الاعمال الشادة التي لا تنسجم مع قيمه وتعاليم دينه المجلس اشاد بدور رجال الامن الذين تمكنوا وفي وقت قياسي من ضبط المشتبه بهم مؤكدا انه جار استكمال التحقيقات اللازمة للقضية ليأخذ المتهمين جزاؤهم العادل اذا اما اقترفت يدهم وفيما يتعلق بالقمة الثالثة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت اعمالها اليوم في المنامة اكد مجلس الوزراء ضرورة تعزيز التلاحم بين الشعوب الخليجية وترسيخ دعائم الامن والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع وفي موضوع اخر اشاد المجلس باللقاء الابوي لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد مع رئيس مجلس الامة علي الراشد واعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان والذي اكد سموه فيه على تطبيق القانون والعمل بروح المسئولية والتعاون مع الحكومة لتحقيق المصلحة العامة وانجاز تطلعات الشعب الكويتي اجتماع مجلس الوزراء استعرض مبررات وخلفيات قرار وزارة الاعلام حول الغاء ترخيص قناة اليوم الفضائية حيث اشار وزير الاعلام الشيخ سلمان لحمود الى ان قرار الالغاء جاء بعد استنفاذ جميع السبل سواء الشفوية او الاختارات المكتوبة من اجل الالتزام باستفاء الشروط الخاصة بتعين مدير متفرغ للقناة وهو الامر الذي تم على اثره الغاء الترخيص وفقا للمادتين الرابعة والعاشرة من قانون الاعلام المرء والمسموع بعد انتهاء المهلة المحددة المسموح بها